يلا يا جاري مصح النوم حطوا الكورة جوا الجول ديه كان الهتفات لجماهير نادي الصغر في الحد اسكندرية فاكيرها لحد دلوقتي؟ طبعا فاكيرها طبعا طب مني قبل ما أبدأ أتكلم معك كلامنا كله أخبار الكابتن عادل الباب لإيه؟ والله يا عادل آخر مرة الكابتن الخطيب في رمضان جاء زيارة كان نفسه يشوف الكابتن محي والكابتن عادل وتقابلنا وروحنا الحمد لله أحسن يعني آه أحسن متحسن يعني آه الحمد لله الحمد لله ويمكن أنا بتكلف في التاريخ كده جات لي برجع شريطي الزكريات وإحنا في المنتخب وبنلعب تحادل اسكندرية وإحنا جوه في الغرف ملابس لها تحت في الإستاد وإحنا طالعين وبنتحك مع بعض وطالعين ما كانش في العصبية ولا في الكلام لكل وكنا بنحب قوي إن احنا نروح نلعب في اسكندرية ونادينا السكندرمبي أو الاتحاد أو كروم أو كان نادي الترام قبل كده أنت بقى بالنسبالك أنت بدأت الكرة فين أنا بدأت الكرة في المندرة في المندرة ده نادي كان نادي آه نادي ناصر نادي شعبي كلنا أنديها شعبية طبعا زي مركز شباب كده يعني آه وملعبها كان في المندرة وابتديت ألعب فيها سمع في واحد بلعب برجل الشمال كان عام ورداني بقى الله رحمه تفتكر وكابتن آه طبعا النوبي ده كان عام زي الله رحمه عبدالبقال أي وبالظفت آه فجالي المندرة طب أنت كنت تلعب في الشارع قبل المندرة نادي المندرة لازم ألعب في الشارع لازم لأ أنت في الشارع وانت سنك كم سنة من عندي وأنا عندي سبع سنين ست سنين سبع سنين آه كان ليك فرقة آه طبعا فرقتي فرقيتك آه فتلعب بيها بقى بتلف بيها لأحياني ألف في بيها لحد المنشية مسلا منشية صفرا نلعب أبو إير المعمورة نروح اللعب الفرق تلعب بكرة الكويتش ولا كرة السفنج لا كرة الكويتش كرة الكويتش عشان كده كنت بتتحكم في الكرة آه طبعا بطريقة غير عادية وكن كلنا ما انت لعبت كده آه طبعا ده أنا ملعبش بكرة الكويتش لعبت بكرة الشراب لا آه لا الكرة الكويتش هو تمالي طيب قول لي ليه من أعظم الأندية السواحلية اللي هي على البحر بيلعبوا بكرة كويتش يعني الإسماعيلية اللعبت إسماعيلي والمصري المصري والسويس أي يعني ليه كنت بتلعبوا بكرة كويتش السفنج عشان صعب التحكم فيها قوي آه إذا كتش إنت عندك مهارة عالية قوي ما تعرفش تلعب بيها خالص خالص أول مرة نزلت تلعب في الشارع هل الأسرة قالت لك لا ما تنزلش ولا لا أنا كانت والدتي الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها آه كانت بتعترض لكن والدي كان والدي لا كان بشجع السكة الحديد عشان كان بشجع في السكة الحديد ده مزاج عالي قوي كان السكة الحديد كانت فرقة جاملة انا خدني كان بياخدني مصر اتفرج على مكشد السكة الحديد في الستينية نخلة وخيشة ايوة بالزبط وكان بشجع الاتحاد فشافني مرتين تلاتة في الشارع عند البيت الوالد فكانت الحجة الله يرحمها عايزاني الدراسة فكانت بنزل الصبح حاجة بالليل في اللعب في الشارع والوالد سامح لك لا اه يدفع عني بقى سبيل الوالد كان مترمخ الدنيا اه لا كان بيحب الكورة اه طبعا فبتديت العباء وبعدين وانا سنة تسعة وستين تمانية وستين كان عندي 14 سنة تماما ايوة ايوة لقيت عم ورداني تيجي نادي الاتحاد تلو ايه جي نادي الاتحاد بعد ما اسمك بقى زاد واشتهرت بقى في كرة الشراب اه وكان ليه زميل هناك في المندرة اكبر مني بسنتين بيلعب كان مفيش غير تحت 16 و 18 و 20 كم لعيب من اللعيب اللي كنت لعب في فرقيتك دول وصلوا لانديا للاسف مفيش غير عصام السباغ وحصل له حادثة اه بتاعت الموتسيكل دي اه ايهاب زكريا لعب شوية وبعدين راح ده منهور محدش كم من انت كنت النجم بتاعهم بقى اه انا كنت كابتن الفرق انا لما قالك عم ورداني رحمة الله عليه لما قالك انا هاخدى كواديك اتحاد اسكندرية الخبر نزل عليكو ازاي؟ ليكو للوالد انا مانمتش اليوم ده مانمتش عملت ايه بقى ليلتها؟ مش جايلي نوم وعايز اليوم ده يجي النهار يطلع بقى بسرعة اه عايز اروح النادي عايز اوريهم عايز اعلعب بقى على النجيلة وعايز اروحت النادي الصبح فاكر كان الكابتن فاروق احمد علي اه ده كان اسمه ابو الناشئين اه اللي فعل ايه مع الكابتن بدا والله ارحمه الكابتن طاعة المجموعة اللي سافرت لايبزي لايبزي بعد فترة هناك تعال اسمك ايه رتل اسمه يا عبد الفتاح نزلت العب وانت داخلي النادي كده ايه الاحساس اللي جالك؟ لا احساس رهبة لا نادي الاتحاد حاجة كبيرة اولي اه طبعا نادي البلد زي النادي الاهل اه نادي المحافظة ونادي الاتحاد وكان ايامها بقى ايه لسه بردك واخدين كاس مصر تلاتة وستين كابتن احمد صالح تلاتة اتنين مع الزمالك ايوا فالدنيا بردك ايه مسمعه بس في الوقت ده كانت طبعا جات الناكسة سبعة وستين ما كانش فيه نشاط لكن النادي الاتحاد هو النادي الاتحاد زي النادي الاهلي كده ونادي الزمالك من الانديات الكبيرة دخلت النادي عندي رعبة طبعا بس انا معايا بقى زميلي من المندرة بس اكبر مني بسانتين العجل وانا سليك بقى اه هو اللي موديني والكابتن فاروق قاله لو ما جبتش الولى الشطلوي ده ما تجيش النادي الشطلوي يعني ايه الشطلوي الاعصر اللي بيلعب بالشمال يقولوا عليه الشطلوي الاعصر باللغة العربية فقال لي بالليل اقلت له لا جاي جاي نزلت التمرين انا فاكر طب السنة بس قبل ان تنزل التمرين انت كنت بتلعب بالكورة الكويتش بجازمة كويتشي اللي هي بتاعة باتة باتة كانت واحد عشي ساق بالزبط كده وكل اسبوع عايز واحدة وكان والدي يجيبلي عشان من الاسفلت طيب لبست جازمة كورة بقى لعبت التمرين لاش اردت عليهم معرفش قاله معرف بجازمة الكورة لسه خالص وما تزحلقتش على النجيلة ولا الكلام لا ما تزحلقتش ما الكورة الكويتش دي تخليك عندك انت ماها الكورة الكويتش اه تبتحكم فيها عشان بتلعب على اسفلت برضك احنا ملعبنا بتاع الاتحاد نجيلته مش كاتش قوي فيها اطراب وحاجازك اه القراء بالصابت فما تزحلقش قوي اللي جيلة العالية قوي اللي تزحلق كويس وبعدين برضك تقول انت صغير بيبقى عندك التوافق بتاعك لسه انا بلعب في الرملة في المندرة بلعب حافي ليه كل اللعيبة اللي هم على الاندية السواحلية اللي موجودة زي الارجنتين والبرازيل الكلام ده تلاقي عندهم المهارة عالية جدا هل ده من اللعب على الرملة تتحكم في الكورة ليه الكورة الشاطئية دلوقتي اللي اخترعوها دي اه 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 انا طول عمري بلعب في شاطئ المندرة على الرملة في شاطئ المندرة اه اه اللي فرقت معاك اللعب في الشارع عالة مهارتك طبعا واللعب في الرملة اوالي رجليه بس حافي ماينفعش في الرملة تلعب بحاجة خالص وتقابلك بقى كعب كوباية مخصورة غطى ما صدفكش اي حاجة بندين على طول وبتعور ولفها ولعب نوقف الدم ولعب حاجة بتحبها حاجة بتحبها منذرك المهمة وصلت النادي والعجم يوداني وسلمني للكابتن فاروق ونزلت التمرين ورح بعد التمرين مديني واحد مكارونة ده الوجبة الاسية لا ده مدام خدت واحد مكارونة يبقى خلاص انت مضيت اه العجم يالي كده انت خلاص كانوا بيصرفوا ايامها للناشئين وجبة اه مكارونة بس خدت المكارونة كلت المكارونة بنينا وجاء والدي مضيت في النادي وابتديت تحت ستوش على سنة اشتركوا في القناة